اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي منذ احتلال العراق عام 2003 لحد الآن مرة الثانية عقديا واكثر وهذه الطبقة الحاكمة للعراق حكومات متوالية العملية السياسية وحزابها وقواها اذا كانوا يتميزون بشيء وهم يتميزون بالكذب والادعاءات والفساد والخراب وهذه كلها العراقيين يعرفونها ويتميزوا بصفة واحدة من الصفات التي ينتقدون الآخرين عليها وينتقدون الأنظمة السابقة عليها وهي الانتهازية يعني لا يوجد مثلهم لا توجد طبقة مثلهم طبقة انتهازية أبدا ونعود نذكر في عام 2003 عندما دخل الجيش الأمريكي إلى العراق محتلا هللوا وصفقوا وسموه جيش التحرير وقالوا أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة صديقة دولة عادلة وإنسانية وإخلاقية وهذا جيش هي جيش تحرير وأصدقاء وأخوة وهكذا وصفوها وقاتلوا معها وتحت مضلتها وكبرى وبنت لهم ميليشياتهم وبنت لهم هاي المؤسسة مع الفساد الكبير وساعدتهم على بنائها والكل يخدمونها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في العراقية مؤسسة الفساد الكل يخدمها واستفاد من عدل الشعب العراقي وهذا ما تريدها أمريكا تريد بلدا محطما مدمرا مسروقا منهوبا لا يقوى على الوقوف على قدمه وعندما تكون به مؤسسة للفساد بهذه القوة والكل يخدمها هو هذا المظلوم وكل هؤلاء ساهموا بها طيب الذين قالوا وتركوا قضية الشيطان الأكبر اللي تعاونوا يعني مضلتها مشه وتحتها وتعاون الشيطان الأصغر إيران ومترددها إيران راعيتهم الأساسية راعي الميليشيات وأحزابها شيطان الأكبر لكن هي دفعتهم وافقت وهي أول من أيد العملية السياسية وهي أول من أيد الدستور وأول رئيس أو مسؤول مو باستقليمي لكن دولي يصل إلى العراق بشكل واضح هو أحمد النجاة الرئيس الإيراني ويجد تحت حماية الأمريكان وحرابهم نزل في وسطهم وحموا هذا الذي حدث أليس هذا الذي حدث؟ وقالوا بصريح العبارة لو لا تعاوننا مع أمريكا ما استطعت أمريكا تحتل أفغانستان ولا العراق واضح فقضية الشيطان الأكبر مثلما إيران انتهازية هم جزء من هذه الانتهازية الآن منذ فترة عندما اصطدمت إيران يعني واشنطن وطهران بصدد ملفات غير ملف التخادم في العراق هذا ملف التخادم في العراق هم يعني الهدف واحد هو أن يكون العراق ضعيفا وأمريكا تريد ذلك وإيران تريد ذلك لذلك تخادموا في هذا القضية ليبقى العراق ضعيفا وهذا ما تفعله إيران في العراق وهذا ما تفعله ولكي يبتزوا المنطقة أيضا أطلقوا يد إيران وهذا الواضح يبتزوها ماديا وعسكريا وشوفوا الأموال اللي يخذوها وشوفوا الأسلحة اللي باعوها هذا واقع الحال بتخويفهم من هذا البعب النمر الورق إيران وهم مقادرين أنه يوجهوا لضربين هم هذا النمر مو بس يشلعون أنيابا لكن يقطعون رأسه لكنهم لا يريدون وآخرها ما حدث تهديدات هذه من ضربة هذه القاعدة وقال لهم أعرف شنو وهم قتلوا ثلاثة جنود أمريكان ورح كذا وبعدين بعدين جاءوا ضربوا ميليشيات بالعراق وبسوريا وإيران لا أحده ورغم أنهم يعرفون أن هذه الميليشيات لا تتحرك إلا بالأوامر الإيرانية ولا تفعل شيء إلا بالإرادة الإيرانية أو إلا بالتوجيه الإيراني هم يدركون ذلك واضح جدا المواطن البسيط يدركه ومو الأمريكان ما يدركه لكن مع ذلك والبعض يقول أنه حتى البيانة اللي صدرته صدرته كتاب حزب الله وقالت به نحن نوقف العمليات وإحنا معرف منه إيران ما وجهتنا وكذا وقال أنه وربما يمكن تصديق ذلك وقال أنه أمريكا هي التي طلبت واشنطن هي طلبت من طهران أن يصدر هكذا بيان لكي تبرر لنفسها يعني لكي لا تضرب إيران لا تدخل مع إيران في صراع عسكري هذا واقع الحال والآن إيران تقول إحنا ما نعلاقه وهؤلاء ما عندنا وكلاء إحنا في المنطقة وهم يتصرفون من كيفهم وتخلت عن كل هؤلاء بشكل علني لكن عمليا هذا العلني لكن عمليا ومن تحت الطاولة هي التي تديرهم وهي التي تحركهم عمونا نعود إلى إلى انتهازية هؤلاء فهؤلاء في ضمن هذه الحومة إيران التي كانت بلد التحرير وبلد الحرية وبلد الصديق تحولت إلى عدو ويجب إخراجه ومحتلة ومستبد وهم هذا الكرام طيب وين كان هذا الخطاب يعني احتلال بلد وتدمير بلد وقتل حوالي مليونين عراقي وتشريد العراقيين وتدمير كل مؤسساتهم وتدمير الدولة وتدمير كل الخدمات وكل البناء التحتية وقصفها وتدميرها ونائبها وسرقتها هذا كل طبيعي تحت مضلة الصداقة لكن الآن عندما يعني هناك مشاكسة بينهم وبين إيران الآن صارت أمريكا عدو وهي عدو من البداية هي عدو وهي بلد محتل وبلد وواضح وحاربوا حتى العراقيين العراقيين الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي ويعرفون الحقيقة هؤلاء اصطفوا إلى جانب الأمريكي كان ضد العراقيين ضد من يقولون هؤلاء يعني من جلدتنا من أهلنا ومن دمنا قاتلوهم واعتبروهم بالرهابين وقتلوا الكثير من عندهم واعتقلوا الكثير وغيبوا الكثير ودفنوا الكثير في في مقابر جماعية والبعض القليل ما زالوا في السجون يأنون من أمراض إلى أن يموتوا هذا واقع الحال يعني لم يكن الفساد الآن واحدة من دعوني أقول لكم واحدة من يعني من النائبات المعروفات المشهورات واحدة من أصواتهم القبيحة تقول يعني هل هناك حد لهذا الاستهتار الأمريكي ماكو حد هو الاستهتار الأمريكي نعم لكن السؤال ألم يكن احتلال العراق استهتارا لماذا سميتموه تحريرا ألم يكن إشاعة الفساد والنهب لكم ولأحزاكم والتسهيلات لكم استهتارا ألم يكن إشاعة الميليشيات استهتارا ألم يكن أطلاق السلاح بيد كل من هبه دب استهتارا ألم يكن تدمير المؤسسات العراقية تدمير البنى التحتية تدمير الدولة العراقية تهجير الناس قتلهم ذبحهم استهتارا ألم يكن الخطاب الطائفي اللي شجعت علي أمريكا واللي جاءت بي إيران وحزابها ألم يكن هذا استهتارا لماذا وقفتم معه وسكتتم هاي عشرين سنة في ظل حكومكم الرشيد هذا هذا ما كان استهتارا هذا الدمار والخراب هذا يا أمريكا ما كانت ما استهترت هذه يا أمريكا اللي جابت لكم كل دول الدنيا وأيدتكم واعتبرتكم نظام شرعي دول ومنظمات بالقوة الجبرية والآن لو أمريكا زاحت على الجانب كل هذه الدول إقليميا وعربيا ودوليا سأقول لكم منظمات ستهاجمكم وستعد عنكم لأنه تعرف القصة طيب هالي المهجريين والمرضى والفقر والبطالة والخراب والدمار والمخدرات والحدود المفتوحة وما موجود استقلال ولا سيادة هذا مستهتار هذا كل مستهتار لم يكن استهتار طوالها إلى 20 سنة الآن سصار استهتار القضية تحتاج إلى قدرة على الانتهازية وهؤلاء يمتلكونها لذلك قلت أن واحد مما يميزهم هؤلاء هي الانتهازية يضعون الشيء ويكيلون بميكالين مختلفتين مختلفين يقولون هنا أنه جوش تحرير ودولة عادلة ودولة صديقة عندما تفيدهم القضية وعندما تمس إيران ينقل بالحال إلى غير شكل ونفس الكيلة يتحدثون بها بغير شكل يتحدثون بلسان آخر غريبة عجيبة مع الأسف الشديد يعني هؤلاء من يحكمون العراق بهذه الانتهازية لا يمكن لقوى تستخدم الانتهازية لمبدأا لها ولحياتها ولمستقبلها ولرؤيتها أن تبني دولتها وهذا قرار مو منعدنا هذا قرار قرار التاريخ وقرار الواقع وقرار الحياة لا يمكن لهكذا طبقة فاسدة ومخربة أن تبني دولة وأن تحافظ على الناس وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة